شامس العبدي مرحبا بيك شكرا لك على قبول دعوتنا لتسجيل هذه الشهادة سفروية يعيشك شامس العبدي وقتشت ونتتوا في أي بروف نشبت مانش باش نحكي على روحي بضمير الغائب شو نقول إينا معنتها تولدت عام الثينة وتسعين معنتها عمري تاوى ثمانية وعشرين داخلة في تسعة وعشرين في عائلة ظاهر لي أقل ما يقال إنها عائلة يسارية متان تفكر بابا كن عاتيني كواتر وفيه ستالين ما علقته في بيتي ويقولي كيف يجيو بحدكم صحابك قولوا ماذاك عزيزي يا وقت الحرب لذا كانت مباشرة كانت مباشرة لو كنت تحكينا شوي على طفولتك وين قريت كيفاش تكونت إلى أي حد الجو العائل هل يؤثر في تكوين شخصيتك الفكرية والسياسية؟ معتها تاوى أونغيت خوسبكسيون حس لي هو أثر على الأخر على خاطر نتفكر أول مرة ها خرجوني معت أول مرة مشيت المسيرة ولا مظاهرة ولا بروتست معنتها كانت ذهر لي عام تسعة وتسعين وإلا عام الفين ونتفكر الشعار حتى لتواى سامدين سامدين مع العراق وفالسطين وبعض المحطات هذيك كانوا معنتها ديما يهزوني الاتحاد الشغل يهزوني الجامعية نساء الدموقراتيات كنت موجودة في البلايس الكل وفي الدار بيانسور جيتي أنتوغي بالمعنتها بالأدبيات الماركسية معتها طو سمplement نتفكر زيدا وقتها نقرأ مزلت نقرأ سنة خامسة ظهر البتدي وبعضتها نكتب بوليت زير متاع أصول الفلسفة الماركسية وبعضت ديت ندخل بعض يمليانا صغيرة معتها جيتي انكور أفن كان زيدا مي باران كانت عندهم معنتها حاجات اللي انا تو نحاول ما نعملهمش اللي هي انسوخة دو كونت خادكسيون انسوخة دو تاضاد مثلا كانوا يقولوا لي كنت نمشي نعم في البحر ما تليلي كبرت عالاخر وانا نعم بإن سول بيسة اللي هي الكالسونكا هاو معنتها وفي نفس الوقت كان بابا يقول لي ما تعملش مكياج دون كانا معنتها ما كنتش نفهم اسكو انتي تقدمي معنتها وتخليني نعم اللي نحب ولا تلبس اللي نحب ولا اسكو انتي تحملش نعمل مكياج أبخي ساتي افتت سونيديولوجي كوميونيست متاع المكياج تبادل في روحك سيدي كونسركشون برجواز اتترا دون كانك برد في وسط الدسكور هذي الكل في وسط الخطاب هذي الكل وبعد كيف خلطت نقرة في الكوليج وإلى في الليسي وقتها جي كمانسي اديفلوبي مي بخوبخ زيدي بشوية بشوية ااتي وقتش تخلت المدرسة عام تسع وتسعين اولهاي عام ثمانية وتسعين وقتش تتخلت الكلاج وليسي من ستة 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 سعين تسعين كنتسعى وتسعين كنتفل ويحد كنتفل واثنين كنتفل وثنين ألف وثنين ألف واربع ألف واربع تزامنا مع الثورة نرجو بعد شوية ربما حاولوا نكتشفوا أكثر تفاصيل حول تجربتك بعد الثورة لكن يبدو أنه خاصة الوالد كان عنده تأثير شديد على تكوين شخصيتك لو كانت تعطينا فكرة على الوالد وعلى ما سيرته وعلاش أنت تحس اليوم أنك تأثرت بي أنا ساعة أثرت بهم لاثنين مش كان بابا أكهاو بعنتها زوز بابا ومي كنت كنمشي نقرأ بديو مروحين في الثنية ما تبدي ما نقولوا إذا هو كل عام فما مرة نقلنا كنا نسكنوا في بلاسة وبعد نقلنا لبلاسة أخرى وإنما زلت نقرأ في المكتب هل العائلة في الأصل أصيلة تونس العاصل؟ لا أنا من بن زرت أصل من مدينة ماتر في بن زرت دونك كيف أين عمري عام جايوا لتونس بشي كاملوا يقرأوا خاطر متردين زوزوا من الجامعة وكوش هاي دونك ستاي هكا متاع بشي بشي مش يعادوا يعملوا كي يرجعوا للجامعة ترك دوا لسخت دونك كيف كنت العام هذك ذهر لي ستي لسانكي ماني بخيمغم بتاعي كنت قعدت نقرأ في مدرسة أخرى ونتفكر دي ما تحتلتوا نقول للبابا نقولوا ذكا هو العام اللي دا مغيشتني فيه نهارت السبت هم ما يخدموش الزوز دونك إلي تيدون لدي سقبيه يهزني نقرأ وبعد يجير رواحبيه وفي التراجيه هذيكا، دوران عام كامل، سأولا كنا نلعب سوق عكاظ، دونك كنت نمشي نحفظ شعر باش مبعد نغلبو في الكمبيتسيان نوك سلا وجي ديكوفير محمود دارويش، ديزوان معناتها الأدبيات، معتلا للتغاتور دوغوش، مش للتغاتور بوليتيك، مم معتلا للتغاتور في صنص الأرحب متاحا، في التعريف الأرحب متاحا في السردية الفكريا والثقافية بالضبط وبعد ما معتها هذيكا، بالنسبة للهيدي العابدي اللي هوا باوا، نعرف شنو تحب تعرف علي كيفاش معتها هوا كيفاش أثر فيها بواسي سامبوتخوماتيك معناتها خاطر حتى توا ديما نحكي للناس أنا خاطر البابا وطد ومما وطد زوز وطد من الوطنيين الديمقراطيين لخاط الوطن الديمقراطي لذلك ديما كيف كبيرت وتعرفت عالا مم معتا ديورة مج ماهنار في الأرض لا يشylene لا تش Shooter لكنها توجدت كم فيها هاي. بالنسبة لأينا نحسوها كيكا. نحس لينا كيف تخلقت عام 1992 وبعد كبرت. نتصور في وسط الألفينيات نحسو إليه ان ديبريسيون. إليه ان ديبريسيون كوليكتيف موش ان ديبريسيون اندفيدويل. كذلك عليش من عرفش كين النجم نقيم تجربته بالحقيقية. النجم نقولك هو رأي وقراف الجامعة وبعد التحق بالوطد وبعد عمل عبل سري وبعد كذي. وبعد عربعة الجام في تخل في الحزب الفلاني. أما هذيك نحسها إذا كان باش نقولك رأي هذيك هي تجربته نحسها وكأن نتعصف على تجربته الحقيقية اللي هي الدخلاني منها فيها أكثر من برانيون كيلك سوخت. ماذا العام لشكل مرعطف في قرارك بدخول المعترك السياسي الاهتمام أكثر بالشأن العام. تجاوزت البعد الثقافي والفكري. تجاوزت كل ما له علاقة بالشأن العام للشأن السياسي بمعناها الضيئة. أنا للأساف الشديد ما عنديش حدث قادح في حياتي. ديما غير منهم العباد اللي عندهم حدث قادح في حياتهم. خليهم يدخلوا للسياسة. حتى كمشيت نقرة في الجامعة وكنت في اتحاد طلبة. ديما نحس روحي أقل من الناس اللي هما خلطوا إنهم يكونوا في اتحاد الطلبة. بأفكارهم هما مش بأفكار والديهم وعائلتهم. ديما نحب نزرب بش نخلط عليهم. ديما نحس لي إنه لازم ينعمل أكثر منهم. بش نجم نكون فرد نيفو معاهم. نعرش كان الفكرة واضحة. يعني حياتي كاملة نتخيل إنه الحكاية هذية تمدتلي. وإنا بينظفرين ما تعبتش عليها ومعرقتش عليها. وما صارت ليش ما صار ليش هي كان البولفخسمان. الاضطراب الدخلاني هذيك الكل. هذيك الكل ما عشتوش إن. بعد حاولت نتجاوز حاولت نتجاوز الإحساس بالنقص هذيك. منعرش كان خلطت نتجاوز وقال إليه. أما بالتسبب لي إن للأسف ما عنديش العام اللي أنتي تنجم توصفه كامون عطف. وما عنديش حدث قادة حي خليني نكون متواجد. تلقي تروحي في الحكاية. ما نتفكرش أول مرة خمامت. نتعقنا نحب نعمل الحاجة هذيك. هاو نعطيك مثلاً آن اكزامبل. وقت اللي كنت نقرأ في لسي بيلوت تونس بورقيبة. دون قتلك 2008. معنات وقت حديث الحاوض المنجمي. أنا كنت دوزيما آنية سوغندية. منعنش كنتعق في لسي بيلوت بورقيبة. فما قدموا محاطة متع مترو اللي هي لحبيب ثيمة. وكنا كنت نفس عمل قراءة. بتبعها متعلم مع تصححة بابا وماما. بش مبعد نصحح اللي روحي فك الورقة اللي بش ناخو بيها البيا وكل شاي. نتلع في المترو. بعد بخمسة محاطات فما معهد العالي للفنون الجميلة. في 2008 قتلينا عمري صوتاشنسنا في المعهد العالي للفنون الجميلة كان فهم المحادة العليل طيف. وليس الميجري وزياد الحذري وامار بن إبراهيم وشيمة التركي. وواية 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 وواية. ونمشي للبوزاة بش نحضر في الزرجة متاع الوجيهد في الاجتماعات العامة متاع اتحاد الطلبة وكنت جوست معناتها ما كنتش نخامة متاع واق معتا جونيتي ما كنتش هكا امبخيسيوني كنت جوست نعرف الينا بيدي بش نخلط نعمل هكا نهار اخر معنا ساشونك وقتها الثورة ما كانتش في الأفق معناه ما كانتش في 2008 ما كانتش فامة ثورة في الأفق اللي هي بش تصير في 2011 ولي انا خليت تجربتي في الجامعة تكون مختلفة على تجربتهم هما اما كنت نعرفه كأنو هذي كاسي كلم بالعربية قاعدة نكتبها لايامات في المحنة تاه كلم بالعربية هرب علي معنى كيما نقولو ذي ناتشرول انفولدنج معنى ته وكأني حاجة مطوية اما بعد كيز زربية اللي بيش تتحل بطريقة طبيعية زربية كاما بتاع الكولوار تبدأ مرولي مش تعمل لهكا بيش تتحل لذلك بالنسبة لأينا اني نكون في العمال السياسي ست ناتشرول انفولدنج تجربتك التلمذية كانت اهتمام بالشأن العام والشأن السياسي اكثر منها انتظار ايه حدث الثورة كيفاش عشته؟ ايه 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 عمري ثمونتاشن سنة تسعتاش باب تسعتاشر سنة والله ما حتلتاوه مازلت ما نجبش نتفكر شنا وحاسيت بضبط معتاو كأنو كن سخط دوتريب معناتها ألوسينوجين ولا حاجة كنك خديت سبستانس خليتك هكا في اوفوغي دراقاتيش منها وبعد تاوه عندك تتفكر هكا دي مومان معيني اما تتفكرش لتوتاليتين تعال الحكاية امع شرته نحن كاذا متى الظريج منجهم كيف اما احداث عشتهم فتراين على الميدان؟ في وقت الثورة ايه بتبعا نتفكر زيدا امعتا اول تحرك صار في تونس ظهر لي خمسة وعشرين ديسمبر في بطحة محمد علي قبل ما تبدأ الحكايات وكل شيء قبل ما تتطور الأمور كنا فيها معتا كنت فيها التحرك هذي كان معناتها بخاتي كما والحاجات سيغتغان الكل اللي مشيت له مخرجتش من تونس العاصمة كنت واحدك ولا مع الوين؟ أفتت ولا معاري خياتك وقتها بديت نحب نتخلص وقتها بديت نحب نقتل الأب بطريقة رمزية لقد قلت نمشي معاها أما بعد نقول اسمعك تراني مجيش تقف بحدي نحب نقف مع صحابي لذلك أما زادا نضحك على روحي خاطر نحس كانت أيضا جدا معناتها تعالي نحب واحد وانا راني هكا مش خاطرك انتي علمتني خاطر اينا بمخي وحدي وحدي خلط للاحكايت هذي لذلك مشيت معا أما كنت منحبش نقف معاها باش ما يقولوش ديكا شمس كنت كأنه مخي هو اللي جيبني هون أربعة عام في ألف وحد كيفاش عشتوش ديكا شمس؟ أربعة عام في ألف وحد كنت معا كما تسميه انتي الوالد كنت مع الوالد اللي هو رفيق ايه اللي هو رفيق صحيح خرجنا مدار ووقتها هو قلي معيني شانا وفي أكثر منحبش نعمل أحكام على دي جنراتي كاملين منفمه سوق دي سينزم من معنتها لك هو قالينا ليه ما معينيش قلت عسمع اينا باش نمشي متحبوش تمشي ومعايا باش لازم يخي وقت قامل بس دبش و وخرجنا خرجنا قعدنا شوية وبعد رواحت قبل ما تخوص الحق معنى ما قعدت الشكلي بدت في شير على حبيب بورجيبة كيمة برشة شهادات متع ناس وكل شاي اللي روحت على بكة ما دفترت في الدارة في طور نص نهار لالي ما تخرجت العشرة روحت مع نص نهار وفي الليل بلوتوف العشية كاملة جوبونز معنتها كيمة الناس الكل عشت أكام تاع قاعدين متمصمرين قدام التلوزة تبعوا لحظة بلاحظة فيش قاعد يتقالوا شنو قاعد يصير وقتها الاليباك الجزيرة للأسف الشديد ونتفكر بتعديد أمباند هكا متعبين علي يغادر البلاد جيت تخي كنتنت طريقة زيدة كما قدت لك طوفوا ليا جيتم نصور ناس الكل كنوا فرحانين بطريقة طوفوا ليا ما لازمش نعتذر عليها الفرحانيك من عشرة لحدش مش يصير انتقال سياسي في البلاد ومش يصير زيدة انتقال في حياتك ندخل مرحلة جديدة من مسيرتك الدراسية كيفاش كان تحاول هذي بالنسبة لك خاصة على مستوى اهتمامك بشأن السياسي ساعة اين اخذيت باك مات اما اما في الباك بلوجة اثنين في المات بعد دخلت عادي في الباك بصحة لبدان بعد نتفكر وقتها عاية ماتها في عائلة ديمقراطية عاية تلهم الزوس قاعدتهم هكا قلتهم اسمعوني انا راه واذي المات والفزيك ما عادش تعبت دونك في الاني دو منباك نعم وقت بش نعمر الوريونتاسيان في انا اتي في قليبيا في فاك متاع قليبيا نعمر في الوريونتاسيان وستي معطلوب خمية شواء متاع كنت البريبا متاع للاك المهد تحذيري لدراسات الادبية والعلوم الانسانية هكا في تونس حبيت نعمل عربي واما للأسف ما كانت عندي الفكرة نعرفش تاوام حتى تاول نجم تقول تأكدت شوي ما كانت عندي الفكرة اللي الاقسام متاع العربي اللي دي باختوا من ضغاف مبرشة اخوين جاي وين معنش نكسر كرايم يوان نوك عمالت انجلي هكا لغة نحبها وفي نفس الوقت تنجم تقرأ فيها الحاجات اللي كنت باشتقران في العربي دونك في سبتمبر 2011 انا في القرجاني في المعهد التحذيري للدراسات الادبية والعلوم الانسانية وقتها فاما نتفاكر دوبما دخلنا نلقى دي جا جماعة في اللوجات دونك انا ما متاعديتش بالمرحلة كمتاع تنبهر باللوجات وبعد تمشي تحكي معاهم وتقول لهم نحب ندخل معاكم كيفاش نعمل وكل شاي انا معناتها مشيت ومستغربة كيفاش ما يعرفوني شلي انا معناتها لازم نكون في اللوجات دونك ستي لاتخوزين جوغني ما راح نحكيلي في الحكاية هذه ونضحك على روحي زيدا اليوم شوية فخر وشوية ضحك ستي لاتخوزين جوغني طلعت عمالة اجتماع خاطر نستانى فيها هذي كاوقت طلعت نخط طلعت نخط لاتخوزين جوغني ووقتها نتفكر الوجات والوجات اللي هي معناتها اللي هي وقتها مازلت 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 لك الحركة النهضة وللاتيجي الإسلامي ديزان الفاصيل طليب الاتيجي الإسلامي وقتها في أنا دخلت أول عام في الجامعة ووقتها هما أول عام يرجعوا للنشاط متاحه دونك العركة اللي كانت تقبل معنات اوجات ودساترة كيمة اللي أنا شفتها في وانا تلميذة وانا تلميذة في البوزاخ لقيت عركة أخرى مختلفة تماما اللي هي عندك العركة مع السيستام بكل ما يمثله السيستام تبدأ من اللي دارها حتيك شي لرئيس الدولة وعندك العركة مع الإسلاميين وفما شوفوشمون بين الحاجتين اللي انتي تعارك معه وبالنسبة ليا أنا ونسيل اللي هما في اتحاد الطلبة فما عركة ثالثة اللي هي في وسط اتحاد الطلبة معناتها يعني ديشاند بطايا محلولين بغتو دونك نهار الثالثة طلعت نقطة ونتفكر وقتها في البخيباء عاملين ضراب مشترك يخينا تجلط معناتها شنين يذي ضراب مشترك وقتنا عنا واحد معنا مش بش نذكر اسمه شكو فاتحات الطلبة قال خاتر ما نحبش نعمل مشاكل قالنا ضراب مشترك باسم ماعنتها الو جيتو ولي بش يتلع يتكلم مايزموش يقول خاتر اتفقنا ما نقولوش باسم الاتحاد درجنا يخينا طلعت قلت باسم الاتحاد العامل طلبة الطمس أسما مش نحكي لك فيها نضيغي حاجة بطولة أما وقتها ظهرت لي حاجة بطولة معنا تم تظهر ليش حاجة بطولة وقتها كنت أول عركة عندي في وسط الو جيت وليس مع الو جيتو لذا كان هذا الو ديبوت بعضهم صاروا بارشة حاجات في وسط الجامعة بارشة مع عارك سياسي ولكن هذا كان الو ديبوت الانتلاق الانتلاق في الو جيتو لتخوزيام جوغنية خطر نهارين لولانين لم يجيوش يقررون ونحنا في البخيباء خطرت هوا اللي تنقاري في الجامعة الانتلاق يرجعوا 1 أكتوبر احنا كونا في البريبوت نرجع في الوقت لذلك تخوزيام جوغنية كانت موجودة موجودة والطلبة موجودة والعركة موجودة تجربتك في الاتحاد العام في تونس على ابتداد الفترة اللي قضيتها في الجامعة حشكنت شمس أهم المحطات اللي فيها كيفاش عشتها خاصة في ظل اتحاد طلابي يمثل اليسار المشدد والمجزد موجودة بذي وحدها حكاية كبيرة كيفاش انا الحق تجربتي هي لا ما عندي ما نقول فيها معنتها فرح عنا بجوانبها الكل اما هاو بش نحاول معتا بش نحاول ديزان وقولك على تخوزيام شنو ثلاثة حاجة المهمين فيها عنا لاكس لوليني اللي هي العركة مع معنتها مع الأطراف السائدة وإلا الأطراف المهامة وإلا الثقافة المهامة وإلا السياسة المهامة كل ما هو متعلق بالمينستريم كل ما هو متعلق بالسائد وكل ما هو متعلق بالسلطة لنك في العركة هذية شنو فاما كان فاما معتها الـ الـ اللي هو ملي قتلك ملي دارة للوزارة للرئيسة الدولة إلى إخيه وكانت فاما العركة مع الإسلميين وقتلي ينا قريت في الجامعة بين 2011 والفي انا خرجت 2016 اما خرجت من رجاد عام 2014 تنقولك علي كينا قريت في الجامعة معتلا عام هذيك 2011 2012-2013 معتلا كيش كان مفكرك معانتها شنو صار كان فاما خيمات أنصار الشريعة في الكليات وفي الجامعات كان فاما ومعاهم أنصار الشريعة في وصف الجامعات كان فاما الجهيد النكاح كان فاما كان فاما الترويكا في الحكم فوضى معانتها والعركة اللي كانت معا معا تساترة في البوزار كمشيت للبخيباء والد كان ونفكر كون هرتربع يجيونا بسيوفة نحنا معانتها بش يضربوا وكل شي ومعا عندك لكس هذيك وعندك لكس الثاني اللي هو العركة مش تضحك أنت تاوى ما هي اسمها عركة الأطراف مرلي فيت قابلت أنه سيمي بن غازي تفاكر في وقتها فيديو وعملتها وحاتيتها قوليني ويتبولد عليها قليل شمس أول واحدة دخلت الفيديويد في عركة الأطراف كنت عافاما في وسط اتحاد الطالبة السيمي اللي هو بوكت السيمي اللي هو بوكت واللي قبل مع البوكت لم تكنتش عندي عالقة طيبة إلا مع سيمي كانت عاما مارش دهوة وظهري ما عادش بوكت من ديجاح تسألته قتله مزلت بوكت من ديجي لاني وقل قاعده في البوكت مرلي ما عادش بوكت ما وقتها بوكت دوك عركة الأطراف هذي شنو بتدخل الحاجة الكبيرة اللي هي صارت وقتها اللي هو المؤتمر مؤتمر البناء واللجنة الوطنية دوك أنا كنت موبغ في الكوميتان مش مع في الكوميتاني متاع اللجنة الوطنية وكنت نمثل طرف اللي هو تيحد شباب الماركسي اللي نيني اللي هي حكاية أخرى نحكيه وفاهم بعد دوك العركة هذي كشنوه كان وقته عز الدين زعتور هو أمين عام الاتحاد والاتحاد تقسم على ثنين بخلاف العرك اللي موجود مبين الأحزاب ولا تقسموا في زوز مجموعات مجموعة تحب تعمل مع عز الدين زعتور وتكمل بالمكاتب الفيدرالية اللي وقتها ما انت عطا عز الدين زعتور وكل شيء ومجموعة أخرى تحب تعمل لجنة وطنية لإنجاز المؤتمر و سوادي زان تقطع مع عز الدين زعتور والمكاتب الفيدرالية متاع وتعمل حاجة جديد لذلك أنا كنت في المجموعة الثانية خطر وقتها ظهري الخيار الأكثر رديكي في المجموعة الثانية بالنسبة لك خيار ثوري؟ بالنسبة لك وقتها أما توا عندي خيار أخر أما وقتها هذك هو الخيار كان لذلك توجد في اللجنة الوطنية اللي للاعداد المؤتمر إسلا وفات شبنس كو غاديك فين تعلمت برشة حاجات غاديك تعلمت التقامبين والحسابات واللي ما تنجمش للأسف الشديد ما تنجمش تكون فتحات طلبة من غير ما تبدأ تحسب هكا وتقمر وهذاك ما عاش كونقاعد وهذاك الدراج كونقاعد في الأخير فيشل وقتها ولدت سياسة عندك ما هي السرديات ورومانسية بالضبط سياسة فيها أيضا أشياء أخرى قد تكون قادرة قد تكون قادرة أحيانا لا ما عمانش برشة قادرة شوية شوية كيما الناس الكل لذلك كانت وقتها فما اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر وين كنت فيها أما ستي أوريبل وكنت نمشي للفاك سبعة متعة صباح خطر في عام 2012-2013 عام 2012-2013 كنت نمشي للفاك سبعة متعة صباح نروح تسعة متعة الليل نمشي للفاك سبعة متعة صباح نعلقوا تظاهر الحائطة خطر ما نبيتوهاش في الفاك خطر كان نبيتوها يقطعوها الإخوين جاء وكذلك نحن القراية تبدأ ثمانية ونص نحن نمشي للسبعة من السبعة لثمانية نعلقواها كتظاهر الحائطة من الثمانية لثمانية ونص نعمل اجتماعات منعرفش عليش ضروري حتى كان نفهم موضوع لازم نلقاه موضوع بعد نقعد ونقراه بعد نكمل القراية الستة من الثمانية نعملوا الاجتماعات متاعنا متاع اللوجات ما عليها وقت اللي كنت فتحات طلبة اني بيتتخ يتوز توماتش معناتها دي جا حتى تقول لي كان عندك نصيحة تحب بتاعتها لروحك في قوائل العشرينات ونقلهم نحب ونقل لروحي أعمل لاس بوليتيكس خطر ما لكونت نصوحب لكونت نخرج مركزة كان في الحاجة هديك دو كذي عركة ثانية اللي هي عركة الأتراف واللجنة الوطنية وإعداد المؤتمر وإلى أخير هي والعركة الثالثة واللي هي مهمة برشة متعلقة بالجندر متاعي متعلقة بكوني أنا مرأة وهذا كانت ما لغز ما فتح هذا الطلبة كنت لازمك البرأ تتحارب مع الناس اللي هما أوفقتوا معه ضد كيمة الإسليميين وغيرهم 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 ولكن حتى في الانتغذ حتى في الحلقات الداخلية في الاجتماعات الداخلية في القرارات الداخلية اللي قاعدة تتاخذ لازمك تتحاربش إنه صوتك تسمع على خاطر فما هايمنة على الاسباس فوكال متاع الأصوات اللي ما فيه كان أصوات أصوات رجالية معنتها هل تكون شابة داخل الفظاهر هل تتحاربش بطبيعة هاي خاطر هو خاطر الفظائات المختلطة اللي فيها نساء ورجال ولا ولاد وبنات البنات فيها لازمهم يعملوا أكثر مجهود بشوطهم يتسمع ما كما معنتها خاطر 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 سيكم سا لازم مع تفيمينيزم يجي في مرحلة ثانية ولا ثالثة ولا حط خامسة ولا عاشرة كان لازم أما التجربة الشخصية هاي اللي خليتني نقول لي رهو فما مشكلة هوني بين 2011 و2014 شمس يعني 2014 مشكون أيضا محطة مفصلية بين دفرين السحر التعبير شوو الاتار اللي انتضمت فيه داخل الاتحاد العام بتناب التونس شوو الفصيلة كنت تمثلوني كنت تمثل اتحاد شباب الماركسي اللي هو فاصيل شباب الوطنيون ديمقراطيون الماركسيون اللينينيون فاش كان يختلف الفصيل هذا يعني بقية الفصائد على الاقل على مستوى السردية السياسية والفكرية في علاقة بالمجتمع في علاقة بالدولة في علاقة بالتحليل السياسي أي معانتها انت تحب نرجع تحليل السياسي متاع الوطن تشنو بالضبط معاناها معانتها الوطنيين الديمقراطيين الكل كنوا يقراوا المجتمع الحكاية القديمة متاع شبه مستعبر شبه اقتاعي ويقترحوا ثورة وطنية الديمقراطية إلخ 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 مش نحكي لك على الاختلاف اللي لقيته في اتحاد شباب ماركسي اللينيني اختلاف اللي لقيته في اتحاد شباب ماركسي اللينيني انه نوعا ما عنده انوتونومي في الخيارات متاعه معانتها الوطنيين ماركسي اللينينيين ما كانوش عندهم سيطرة على الفصيل هذي كمانتها حتى كان عندهم كانت ممكن بدرجة أقل من الأحزاب الأخرى وإلى المجموعات الأخرى اللي هي تدع تتبع الوطد ولا تتبع الخط الوطني الديمقراطي بخشارك من المحل والجارة الثانية اللي لقد في رحلي عشرين سنين ما أقعدها تكشي لثلاثة وعشرين من هل عشرين لثلاثة وعشرين ولا أربعة وعشرين في سوء وعدها إيه ثانية يتحاد ارتواني مست hurts لا انتخابات لا برلمانية لا انتخابات تشريعية لا مشاركة في الحكم لا أحد الشيء يطرح على روح الموضي قدما في المسار الثوري ديزان. ما نحبش نتفهها الحكاية ما ستي سيكسي برموها معناتها. هذه كانت حاجة جاذبة على الاخر على خطر انا موقفي وقتها كيكا خطر انا ما صوتش في الانتخابات الأولى. مجلس الوضع الانتاسيسي؟ لا. ما صوتش في هذيك. على اي اساس كنت مخترعة من الفكرة هاي؟ في الانتخابات؟ فكرة المقادعة؟ تبطر في الانتخابات مثل ما؟ بالنسبة لي هناك الانتخابات المقاطعة واحدة. بعد انتص 어�ولي لا تختبرت نظيف مقاطعة. في الانتخابة الثانية لا تختبرت نظيف مقاطعة. وفي الانتخابات الثالثة لا تختبر. كان عليه وقتها لا تزال والب capazود ريفولوجيلاد. ما زال فما شغف ثوري نجمو نخدمو بيه اي سي سي ستي افكاري متاع لي عمري عشرين سنة وقالة واحد وعشرين سنة ما هيش افكاري متاع اليوم متاع لانسي القداء بقلاليها كان اتخذت خالي تتخذ معتها يفو جمي ساغتي اللي تنجم تهرب بيه اوهرب بيه و لازم الناس معناتها كالوعي الثوري وإلخ إلخ 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 اي سافي 2011 اتخبت المجلس الوطني المجلس الوطني التأسيسي وقتها لم تتخبتش في الانتخاب الثانية اللي هي عام 2014 انتخبت حما في الرئاسي اللي اقول لا كهو برلمانية انتخبتش انتخبت تشريعية ما انتخبتش ودور الثاني ما انتخبتش اما ليس بفكرة المقاطعة ما انتخبتش لم تتخبتش على خاطر بالنسبة لي وقتها الانتخابات كحدث تاريخي مهيش حدث تاريخي مهوش الحدث السياسي الأهم في تونس واذيك عليش الفعل الانتخابي هو فعل سياسي أما مهوش الفعل السياسي الأهم خاطرين نحس روحي نعمل في عديد الأفعال السياسية في حيات حتى كيفيش نتكلم وكيفيش نلبس شنو نقول كثل القسم كي نبدأ نقاري بالنسبة لي اينا كلها أفعال سياسية الفعل الانتخابي هو مجرد فعل سياسي مهوش من برشة أخرين مهوش عليش نعمل عليه فكساسيون والانتخابات في حد ذاتها ما لازم نحن ننسيه اللي هي عندها دور تقنيئ معنتها اللي هي تساعدنا في تعليب التاريخ مهوش نحن نعمل انتخابات مش نجمو نقولو ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات ونحاولو نفرضو نوع من الستركتور على فترة زمنية اللي ما هيش بالضرورة مصنفة ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات يعني بلغة أخرى ينجم يكون فيما نقاط تشابهة أكثر ما بين 2013 و2017 فلوتوك ما بين 2014 و2015 واللي هاي ما بعد الانتخابات من هاش كان فكرتي واضح لك بعد ما كانتش مقاطعة موقف بطولي كانت ليه الانتخابات موجودة فما نيس لازمها حتى وانكات فما مرشحين الوطط ثم العائلة اليسارية من خلال جبهة الشعبية اي حتى ولوكي خاطر بالنسبة ليا انا جوست خان كامل الفكرة قبل ما نخلط لك الهكاية هذية خاطر بالنسبة ليا انا وقتها معتها نحنا بصدد كتابة السردية الوطنية متاع البلاد ديزون ونحنا في حاجة التجارة بالنس اللي مشاد في العملية الانتخابية وشافت في الفعل الانتخابي فعل سياسي مهم وفي حاجة التجارة بالنس اللي هم متسايسين ولي هم متسايسين اقل من غيرهم اللي شاركوا في الانتخابات ولكن ما شفووش في الفعل الانتخابي فعل سياسي مهم ابخي حتى اذا كان فما مرشحين من من العطيف اليساري كان شكري على راس قائمة اي 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 انا شكري وقنا وقتها شكري بالعين نختلف معه وقتها شكري كان فهم اختلاف معه شكري كنت نقوله سوسيو ديموكراة بمعنى 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 شكري بمعنى بمعنى شكري بمعنى 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 ومعنى بمعنى 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 في الناس اللي هما قفت سي مخك متاع عمرك 19 سنة وبيش تبدل العالم وتمتلك الحقيقة كاملة هو اللي خليك تقولهم معتاله غيفوليسون هذيك كانت متجذرة نوعا ما في الجاهل عن كالكو صغط خاطر بعض كي كونجي ديكوور حاجو دخلين تبدلت انا مقعدش هكيك دونك شكرا نتفكر مع انت فاما مرة من المرات وقتها هم قاعدين يعملون في اتحاد شباب الوطد وين وقتها مي باران زوس في الحزب وين فتحاد شباب ماركسي ليني ما كانش ينشط تأشيرة دونك كان عندو انساولون تعصيري مزي دايغينة بعد ما وليت انقول لين فتحاد شباب ماركسي ليني الى ما جاءت حكاية اللجنة الوطنية وليت انصحح معنتها في بعض الاجتماعات زادا موش في الاجتماعات الكل معناتها في دو تن زن تن. خاصة في شيرا متعنا نحنا متاع الجورجيني ايكماني. نتفكر وقتها يحكيلي في حكاية التاتحاد شاباب الواطد اتو سكيل ديزي نبا دو سنس ما عندو حتى معنا الكلم يقول فيه ونتفكر وقتها قوت له اسمعني انتي تاشلي مشكلة في الحزب بتاعك أباغل انتوما كالكلمة القديمة انتا تحريفيين أباغل انتوما عوزت دي غيفورميست واسطليحيين وسوسيو ديموكرات ودرشنو ودرشنو قلت له مشكلتكم اللي انتي الحزب بتاعك عندو صميم امان وحيد اللي هو انتي. نهارت اللي تمشي انتي تشك كيفش يتفرق معتا جيو 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 قلت هالو الكلمة هذي وقت كان حركة الوطنيون ديمقاطية ولي الوطد الموحدة قبل ما يولي اه جيو جيو جيباء منه عرش قبل ولا بعد هذا يظهر لي اوقوق تتحدى على حدياته و还有 اثناشه ليه قبل ما يموت بشها يدوك نحكي على اخر اثناشه وقت يلي بشي عمله هو ما عليك انت تحب ترجع لتحاد شباب الوطن وقت مش مؤتمر تأسيسي لتحاد شباب الوطن قلت له راهو الحزب متاعك صمام الأمان الوحيد فيه هو شكري بالعيد خاطر بالنسبة لينا وقت قاعد ياسر يخلط معناتها معناتها ناس ما تخاممش كيف كيف وإنا منيش معناتها أنا ما زلت حدلتوا نمن أن الناس اللي تخامم كيف كيف لازمها تكون مبعضها ما نمنش برشا بتعدو دي الفكرية في وسط التنظيم الواحد معناتها نمن بتعدو دي الفكرية في وسط الاقتلاف في وسط الجبهة في وسط معنات حاجة مبعضة نمن بالمجموعات الصغيرة الأوتوناوم اللي عندها هدف واحد تخدمه وكل شيء وبعد نحس روحي لينا عندي الحق معناتها كيف قتله هكيكا خطر تاريخ أثبت أني وقت اللي شكري بالعيد تم اغتياله في ستة فيفر 2013 دخلت في حيث معناتها كشاباب وطط دوقت هكي كيف كانت علاقتكم بالحزب؟ أنا منيش شاباب وطط لما كنت شاباب وطط لما دوق من عرش شباب في الجامة أقص معناتها أنت تحكي شباب الوطط التنظيم وإلا تحكي الوطط خطف ما دو بغاديق ممتاع وطط كشباب اتحاد شباب الماركسليني أه بي علاقتكم بالحزب كيف كان؟ حزب نيو حلقة وطنيين ديمقراطيين الوطط الموحد لاحب أنا علاقت بهم أنا نحس علاقتكم بهم كان طيبرة أما هم ينجب يقولوا العكس أما أنا كينو صحابي ونحبهم وأنا كام كبرت مع الوطط ديما في مخي عندي ديما ديما يقول لهم أما أنا منيش وطط ولا أنا الوطط الوحيدة في العالم الكل لكي أنا بالعقس أقرب من الناس الكل هذوك أما الفكر كي ما يقولو الوطن الديمقراطي ستبه أكثر حاجة فكريا نظريا دونق بإما بالعقس أقرب من الناس الكل هذوك وانتي في الجامعة ما زلت حديثت العهد كان عنك تجربة نيطالية بعد الثورة فما حدث كبير في تاريخ اليسار التونسي هو على امتداد الميطة عام هادم ولكن خاصة ان على امتداد العشر سنين الاخيرة بعد الثورة مخاذ ولادة الجبهة الشعبية كخيار سياسي لتوحيد العائلة اليسارية كيفاش عشتو كمناظلة قاعدين مكنش يعنيني حتى تارف مكنش يعنيني عليش على خاطر ريزم فما تحيين للأدبيات قبل انتي ما تمشي تحب تعمل جبهة شعبية أعطيني انتي فاش قاعد تكتب اليوم فاشنو قاعد تنتج اسكت حب تعمل جبهة شعبية بالمكونات الي هي موجودة من قبل ولي أدبياتها وقفت عام سبعين ولا عام ثمانين ولا حتى عام تسعين ولا حتى عام الفين انتي تعرف توا محمد ما بين العام والعام تلما فما أحداث تصير في العالم اللي اوني الميزة جوغ لازمها تكون بطريقة كنتينوية دوك بالنسبة لي انا كانت حاجة ايلا الى الفشل المانتها الجبهة شعبية ايه في نفس الوقت معتن قولك الكلم هذي لك انتي اما في نفس الوقت ما كنتش ضدها نان بلو الجبهة شعبية اما كانت حاجة ما تعانينيش اناك سيسواخكي لا اللي انا ما انا ما انا ما انا كيفاش قريده كيفاش قريده كيفاش قريده بوعيك انا لي كيفاش قريده الحدث قريده متاع ان شاء الله ينجمو رويحه خاتستاء ان امورتونيتي استوغيك وقتا ما زالو كيغديرو شكري بالعيد ومعتها الوني فيغ عطاهم على طبق من ذهب هاي فرصة تاريخية مش تنجمو تعملو حاجة مبعاثكم فشلو بالطبيعة الحق مساء الله موقفك من شكري الحرب كان انتهي خاطر كنت مرتبن شكري بالعيد اذكه من حمال هماني كنت متغشة على شكري أكثر خطر بالنسبة لأينا شكري عنده دي سيبتيلتي ما عاروش ينجمي يكون راهو تقييمي غالط خطر هم زوز مناظلين كبار وعندي مش احترام عندي حب لهم لاثنين أما بتبع عندي حب شكري أكثر بحكم العلاقة الإنسانية اللي كانت تربطني بيه تربطه بعائلتي أما ما كانتش كيف كيف ما كانش عندي انتغارات من حمال هميمي الحكم تعربي معنا حتى لليوم ديجا من قبل حتى لتا سلشان كجس حاجة بارك سلشان كنت تفكر جيتني بغيود فاسيناسيون بالبوكت جس بعد الثورة وإذا قطف يطنبك الثورة على بابا وامي بديت نخام ممتع على أحسن طريقة نجم نعمل بها كالريفولوسيون انتغني لانا ما عملتهش كما الأخرين عملو إننا ندخل للبوكت ونصيب بالوتن نعم هل تدخل لأتي المتحدة شباب شوعي تونسي؟ أيما كان فامة محاولات لإستغتابك؟ أيفام نحبهم في مبرش بصحابي ونحبهم راهو كان فامة محاولات وإينا قممت فيها أما مجرد فكر يظهرني قاعدة شهر ولا شهر ونص مابخي لم تكن لديه لماذا؟ كانت تنظيمات الكلة لم تكن لديه في الحظة هذه لم تكن تتجمع في البوكت؟ هل الخلافات التاريخية بين الحصائلات؟ في الحظة هذه حدثت تحارج جنسي من مناظر في البوكت وشكيت بي ومعملو له حتى شيء ومستجنسي يسابقوا كل شيء ومعروف معناتها مشكلة تدريجية لا تدريجية لا تدريجية ما حدثت تدريجية لا تدريجية بعد اللجنة الوطنية الاعداد للمؤتمر كانت وقتها؟ كانت تهرل في 2013 ما حدثت تعمل مؤتمر البناء وبعض تقسموا وزوز مكات التنفيذية وماليت معادش ناجم نطبع وقتها في نفس الوقت كان عندي كنا كنت نقرأ في دار المعالمين العليا كنا نقرأه برشة معنا في العام في عام 2011 2012 2012 2013 2013 2014 في دار المعالمين العليا كنا نقرأت في اتحاد طلبة عام 2014 لم تكن تدريجية لم تكن تدريجية سمحني ليس في 2014 في 2015 ما حدثت؟ ما حدثت ما حدثت حكاية دبيل على الأخر لم يكن لدي أي علاقة وقتها كنا نقرأ استاج بيداغوجيك تربص البيداغوجيكا استاذا في معهد أيضا وثنين وانا عندي تروماتيزم من الينا صغيرة من اليوم عماروا فوق ثلاثين وما زالوا يخطبوا فتحات طلبة دوك أخذت وعهدت على نفسي اللي انا مانيش بش نكون هكاكا دوك كيف خلط عمري 22 ولا 23 كيف بديت نقري نهار 6 فيفري 2015 عمينا على اغتيال شكري عملت آخر اجتماع يا موش 2015 سمحني 2014 سمحني 2014 عملت عملت اجتماع عام في نهار 6 فيفري وتكلمت وقلت رأو هذا اخر اجتماع عام ما نعملو في حياتي خطبة الوداع ومن وقتها ما عودتش في التجربة هذه شمس شنو الاستنتاجات اللي خرجت بي ساعة قبل الاستنتاجات انا في العام هذك اللي انا خرج فيه من اتحاد الطلبة جفت ماريولوشون اخيرا عملت التورة الذاتية على خاطر وقتها كانت عنا ماتير معت في العام من 2014 حتي كشي ل 2015 بي 2016 هذي كستتي عام لان ننسيوه عام التبريز عام 2014 2015 وقتها اول مرة في حياتي نعرفها ما حاجة اسمها ميشيل فوكو واول مرة في حياتي نعرفها ما حاجة اسمها مدرست فرانكفورت واول مرة في حياتي نسمع بولتر بنيامين ونسمع بأدورنو ونسمع بأغبير باركوس وقتها قلت ناري عليك يا شمس عادت حياتك بطاطا تقرا في ماركس و لينين اكاهاو ومخلي يا معنتها الشاي هذي كنت اصلا وفيت وجي فيه ماتا كن عام صعيب على الأخر اصلا حتى كنوصف وطاوه وقول اللي هو ممكن عشت فيه اكتئاب صغير والاكتئاب هذي كان نتج على اني معنتها معنت قاعدة نعمل في بالإيمان بالحقيقة المطلقة بالإيمان بالطبيعة بالمجتمع هذيك بالإيمان بضرورة وطنية ديمقراطية إلى حاجة أعمق وأرحب وفيها أكثر تفاصيل ولكن في نفس الوقت ما تعطينيش الثقة بالذات اللي كانت عندي قبل نوك هذيك ستنهاء ما تعاملت الثورة ذاتي اللي انا وفيت وليد فيه وليدت نعرف روحي كماركسية تقاطعية كنسوية وقتها العام هذيك هو اللي اهتميت فيه بالحاجات اللي هي المتعلقة بالجندر وبالجنسانية منوش نظر ماركسية في بتبيعة العام هذيك هو اللي نوعاً ما يتحالت فيه عيناية ولي معنتها أعملت ميزاجوغ للماركسية متاعي رغم أنها جابت لي أكثر وجعراس الميزاجوغ هذيك من أكثر من قبل على خاطر في في الدبيوت متاع العشرينيات نعرف روحنا شنو نحبه ونعرف إنا كيفيش نتخيل العالم وشنو لازمني نعمل باش نخلط من بعد تكتشف أنه الثقة في نفس هذيك الكل اللي كانت عندك ما كانتش جاية من معرفة شاملة وشمولية ومتعددة بالحاجات أما كانت جاية نوعاً ما منجاهل بنظريات أخرى بكتابات أخرى بقراءات أخرى بقراءات أخرى ذلك ماذا تغير فيك؟ ماذا تطول فيك؟ تحب كونكريتما وإلا هكا في طريقة بشكل عام وبعد تدخل على الخارج بشكل عام نحس روحي معتها مخي ولا فليكسيب أكثر وليت أمباتيك أكثر معتها عندي عاطفة أكثر الحاجات وليت ما نحشمش بالعاطفة السياسية خاطر كيف تكون في الوطادي على الممكن ما يجبكش تكون عاطفة في السياسة وما يجبكش تكون ذاتي سبجيكتيف و منعرف إليت كين فالفاصل بين الذاتي والموضوعي و كالحكاية هذي كلكل مثالا من بين الحاجات أنه اكتشفت أنه الذاتي هو سياسي ما نجمش يكون معتها لا تقومش بالعالي نفصل بين الذاتي والموضوعي على خاطر مش الموضوعي فقط السياسي أما حتى الذاتي راهو سياسي على الخطر الإدانتتتي تهيبنة بليتكات استافتحة كيف تتتكلم بليتكات كيف تتعامل كيف تنبيغ الحياة كيف تبحر في الحياة وفي المجتمع سي بوليتيك شنو اخر وليت معادش مثلا من نظرات اولوات صراع الطبقي وليت معادش من نظرات شوانط انو معناتها الصراع اليوم سدي شانتيات بطاية محلولين باختو ورشيد ولي نحن الانهجية متاعنا تسمحلنا باش نكونوا متواجدين فيهم لكل فرد وقت ولي ما عم فماشي علش نسبقوا حاجة على حاجة اخرى ومعادش معادش ومعادش من خونولوجيا اوغدونام كيف يجب ان يحدث على خاطر نحس ان نحن نتوفى في وضع في عالم فوضى وكاوتيك لكن تانجوليكا كان عندنا معركة معاينة سياسية نمشيوا فيها كان ربحنا نفرحوا كان مربحناش نحزنو نتعديوا لليم بعدها مش غير ما بالضرورة نفرضو كان عندها العصار كان عندها علاقة ما سواء قريبة او بعيدة بتجربة النقابية الطلابية السياسية متاعك بين 11 و 14 ولا لا ما عندها حتى علاقة لا نتصور اكيد فما عندها علاقة ما خممتش فيها الحكاية خطر ديبا نحس الحاجة اللي خليتني نتبدل هو طو سمبل ما الجامعة اللي نعتبرهش حاجة هكا كبيرة اما في الحالة متاعي انا اللي بدلني هو الكور اللي كنت نحضر له بتعطي وغيئي كريتيك للي تغير اللي هو حلي ببين ما كنتش نتخيل اللي هي موجودة ببينك وبروحك ما مسألتش وما ترحتش على روحك سؤال شنو استفدت انا من تجربة النقابية الطلابية تجربة السياسية وانا كطالبة بالنسبة الحاجة الذية ما نجمش نجاوب عليها بنقطة واحد اثنين ثلاثة اللي استفدت منها اللي انو أنا اليوم شبينت افكار على الاقل في خطوط عريضة في خطوط عريضة وش نعطيك مثلا مثلا أنا اليوم مع ما تنحسها ومثلا في علاقة باللجنة الوطنية والمؤتمر متاع اتحاد الطلب انا اليوم كيف نحكي عالمرحلة هذيك نقول هذيك اخي كنت اخر محاولة انعاش لاتحاد الطلب شان نفشلنا نقولك احنا فشلنا ما قولنا طابيو ما نجمناش اليوم نشوف معتاليومين نقري في المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات في الكيف اليوم نشوف اتحاد الطلبة في الكيف قاعدين يتكربصوا في نفس التكاربيسي اللي يتكربصنا نحن نقبل معتالي حدا كيف يجي ويشكي ويقول يا الله حوش كونك انتم ما ما زلتوا تعملوا هكا يالتي فنقولهم نفس 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 الحاجات اللي نحن كنا نتكربصوا عليه ومنعرش هذا مناجم نحطها في الفيديو وإلى ليه قلت لها مكوش كل شي بيه قلت لها عندي اتوديونت وتعاوني وجيتني ما دام ما دام شبيك قلت لها قلت لها مدام فاو يحد نقرود ضربني قلت لها مزيل ويسيروا قلت لها الحكاية هذه نقرود اللي هي تسمية اللي يعتمدوها بعض الأفراد عن تفتحات طلبة في علاقة بالنقابين الراديكالي قلت لها لماذا هكا ما زلتوا معنى وعليش يضرب فيكم وعليش تضربوا في بعضكم يخطوهم ما زلتوا كما قبل ما تقبل ممكن كان عندها فما عندها معنى لحكاية هذه خطر ناس الكل كانت تنشط في اتحاد الطلبة دونك الضغط الكل كانوا يسايبوها على بعضهم خطر ما كانتش عندهم اللي ينشطوا فهمتها ومعنتها كل طرف عنده استركتور متاعه وعليش تجيب في عركتك الاتحاد الطلبة وهذا ليس معنى اراوي اتحاد طلبة ما لازموش يكون موسايس سونا نتحدث لا اما ما لازموش تكون فيه معناتها عركت هو غير قادر على احتمالها وهي مايش قادر مايش مناجم اضيف له حتى شيء او كالكوسوغ حتى التواراهم حتى نفس الحاجات اللي نحنا تكربصنا عليهم في اتحاد طلبة واللي ليه مش انا بارك اللي قبل اللي هم اكبر مني بعشر سنين و بعشرين سنين قاعدين يعيشوا فيهم و احنا احرام عيل احرام ماتين نحس بالذنب كنراها كيك لك مثلا ما بين الحاجات اللي خرجت بهم انو الاتحاد العام لطلبة التونسي قام بدوره التاريخي يعطيه الصحة في 2014 وقت اتحاد الطلبة كان في القمة كان وقت اخذينا قرار باش نحلوا الاتحاد الطلبة ونعملوا منظمة اخرى جديدة فيها اللي هي التنظم جديدة متصوى كانت تكون خير بارشة الحكاية مالي هي كيفاش هاليوم خاطر اليوم هاتي حاطة اللي بقعد يضعف بشوية 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 لانوالا هكا كل حاجة الهولامية معناتها اللي اللي كوكيه سانفيد لابانة معناتها انا بالحق غيالما قلبي يجعني ولكن الحل موجود كنا ناجمو نعمل مثلا المساعدة فدرالي كما اللي يمنع اللي يمنع هل المشكلة في الاحزاب اللي انت بيقولها الطلبة هادوما هل المشكلة في الموروث التاريخي المشكلة المشكلة في ثلاثة حاجات المشكلة في ثلاثة حاجات الحاجة الأولى اللي هي الموروث التاريخي اللي انت حكيت عليها وكأنو اذا كان انت مكش في حاجة هذيك معناها انت مكش في اتحاد طلب صحيح بادا اللي نحنا سباز كما فيها كما فيها كما فيها كورس لعنة لعنة وكأنو عندك لعنة تتبع فيك ولا غالب لا تنجمش تتخلص منها واصلا حتى كيف تبدأ داخل اتحاد طلب تبدأ واعي بها اللي هي موجودة ما تحذر نفسها باش انك تتعمل معها وهي مشكلة خطى ما لازم نستنسوا بها اما نحنا تواولات باناليزال لحكي ذيك استنسنا بها ذو كاذي الحاجة الحاجة الثانية الناس اللي هما خرجوا من الجامعة التونسية ومازال عندهم يقولوا فاتحات طلبة وليه كانت مشكلتنا حتى معنا نحنا معناتها في 2011 و2012 يعني الطلبة مهم شهم اللي قاعدين يقرروا ما يعملوا فاتحات طلبة فمعطرف تتحكم من خارج مش تتحكم من حبش هذه معتمت المؤامرة وكلشي ما فمعطاء تدخل ما زيلت ما كونت الآبات ي adjusting قيدات في احزاب قيدات في احزاب مثلا ناااااااااااااااااااااااا يوجد قيدات في احزاب ومعطاء في أحزاب يعني بالنسبة لي من حقك انك تأتي رايك بسيفة مناظل سبق و purse الحاجة الثانية والذي هي الأهم بالنسبة لي اللي للأسف الشديد ما فاماش إيديولوجيا سياسية معناتها معادش ما فاماش إيديولوجيا سياسية صحيحة نجمو نبنيو بها حاجة صحيحة مونينا نحكيلك هكرا ومش معتنا أسان فيد لابين نحكي هكذا كيف كنت عمري واحدة وعشرين كنت نتغشش علي قلولي لينا راكم انتو ما معندكمش إيديولوجيا سياسية صغار ومتعرفوش وكل أمينا نحكيلك على فرست هند نحكيلك على معتا إينا فيش قاعدة نشوف اليوم في طلبة متاعي وكل شاي بعد ما صار التحول الفكري هبايا ورؤيتك للمجتمع رؤيتك للأولويات رؤيتك للسياسة شنو أخترت أعمل وين مشيت شنو أتغير في علاقة بي رؤيتك للعمل السياسي للانتظام الحزبي للمجتمع المدني والعمل المدني في حداته للمسالة الفقرية والثقافية في حداته في علاقة باليسار ودور اليسار في المجتمع باهي باهي وين مشيت الساعة فما حاجة نحب نحكي عليه لان مشيت نخدم لان غجيمة كانت مسبوبة في الخدم ونحس ونحس أنه أنا قاعدة نعم أما هذا قاعدة نعمل أكثر في أفعال سياسية كيف نخدم في الخدمة نتيعي أكثر من اللي كنت نعمل فيه فتحات الطلبة من خلال النقاشات مع الطلبة مثلاً من خلال النقاشات مع الطلبة من خلال الكتب اللي نقريهم مثلاً اللي نعملهم من خلال النقاشات والحاجة الأخرى أنه ما هو اللي يجبوننا الأحباط نحن قاعدة نحكي بسيغة الجماعين ما هو اللي يجبوننا الأحباط اللي نحن عندنا الأفكار الجميلة هذي الكل وليه مش قاعدين يشوفوا فيها قاعدة تتحقق سيساء وفيت الفرستراتيون دوالاقوش مانت مش كينينا بارك ناس الكل اللي نحن عندنا أفكار وعننا حب للحياة وكل شيء تبتيكل في الكلات حتى من عند الناس اللي أنت تتخير روحك تدافع عليهم ويدافع عليك تاكل في الكلات تدعم تاكل في الكلات معناتها الونيفير ما هوش قاعد يعطيك فيك في دي كادو معناتها يعني نقول موسخصك كش يقول الونيفير الكون يعطينا كادو بش نجمو نبنيو بش نجمو نقادم وخطو بش نجمو نبنيو المجتمع اللي نحن 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 مبين لذيك منش تجي الأحباط في الحالة متاع التعليم وممكن برشة الناس في التعليم ممسي اوني تخيمة كما تقول نحكو فيها مر أخر اما التغيير تراه بعينك لا تراه بعينك كيفش امتع يحكي معك في سبتمبر وبعد كيفش في جوان انا اللي نقاري فيهم خاطركم مؤسسة صغيرة دوك قاريتهم ثلاث سنين يعني فما عالقة قاعدة تتبني ونحس في روحي لينا في البلاسة هذيك قادة نعمل مليار ألف مرة أكثر من اللي عملت وقت اللي كنت فتحات طلق دوك حتى إذا كان أنا ممشيتش العمل حزبي وإلا ممشيتش العمل تنظيمي سياسي معناتها تسكو جوفي الكوتيديان متاعي الحاجات اللي نعملهم في اليوم متاعي عندهم أجندة سياسية واضحة وما نعمل حتى شيء اللي بو مش ما نعمل حال توما تشكيك اما نحاول قدر المستطاع انو الحاجات اللي نعملها في اليوم متاعي تكون ماشي مع الأجندة السياسية ومش هدا ما تروا تعقريب هكا وكل شيء خط نحنا خشي الأجندة السياسية هكا أجندة الزوالية هكا عالم أجمل للجميع ونسكو الفرحانين وكل شيء دوك ما تغيال ما طبع نسبة للكوميونيزم نسكو الفرحانين في الأخر ما بش مندخلوش في التغمينولوجي وكل شيء دوك عملت دوك اللي عجيمت دوك سبعين في المئة من اللي عجيمت كانت مركزة في الحاجة هذيك ثلاثين بالمئة ثلاثين بالمئة كانت في الحراك النسوي حاكم تعربي معنتها نتحركوا شوية لرواحنا وكانت في الحراك النسوي وكانت في الموفمو الجي بيتي اللي هو معنتها الحراك الكويري الموفمو كوير الزوث كان أنا نقيم تجربتي فيهم أنا وبرشة ناس أخرين كما خوخة مكوير وكما غيرهم أنا في كل مرة نحب ونعود ونرجع البوصلة منتع الحراك النسوي وإلا الحراك الكويري في نحن نحن في نظرات التقاطعية ما كنت لهاي من المفاهيم الجديدة هذيك الكل نحاولوا كيفيش توجد في جماعية اسمها موجودين حتيكشي النوفمبر 2018 أنا وخوخة مكوير وبعد خرجنا أنا وخوخة موجودين وتواققين نحب نعملوا حاجة معنا قاعدين نخدموا على أميديا ألتغنات على بلوغ وحاجة هكا فيها بودكاست وكل شاي اسمها ميمنون اللي هي تحكي على نظرتنا نحنا للجندر والجنسينيات وفي نفس الوقت تواجدت في الحاجات اللي هما سبنتانية معناتها كنت مثلا في السنتور البعيد أنت عماني شمسي يعني كنت ما كنتش في الحكاية بيدها ما كنت معناتها تشير ليدر هكا من بعيد وفي نفس الوقت وليت معناتها وفي نفس الوقت ما عادش عندي معتها كيف بقول لكم من الأول شوانت البطاية المعركة اللي أنا نمن بها حتى لو كانت حينية نكون موجودة فيها أما حاجة مهمة بارشة ولكن غيان نبو إيقالي التنظم السياسي معتها أنا اليوم نقصتني حاجة معتها نحكي لك في الحاجة هذي الكل اللي أنا فرحانة بهم أما أنا اليوم كنت جي تقولي تختار ما بين هذي الكل ما بين حزب كما أنت تحب نختار الحزب ونبعث هذي الكل لماذا لا توقيت شركة حتى حزب يسير اليوم؟ على خطر أنا عندي أفكار مختلفة على الأحزاب اللي موجودة حاليا في كل في كل شي نعطيني النقطة تنقلك الاختلافين مثلا أهم اللقات اللي تختلف فيها مع الموجود؟ مثلا أهم النقات اللي نختلف فيها مع الموجود مثلا هذي حكاية الأولويات دي سكور فيها علاقة بالحريات خطر مثلا المعركة بالحريات ما توقع تصنيفه على أنها معركة ليبرالية وهو صحيح راه كيفاش هي قاعدة تخدم اليوم معركة الحريات الفردية صحيح قاعدة تخدم في منحة ليبرالية ولكن نحن من واجبنا أن ننزعوا صفة الليبرالية على حكاية هذي كيفاش؟ إننا نعود نوريوها البوصلة متاحة مثلا مثلا فيها علاقة بالفاصل مئتين وثلاثين اللي هو يجرم المثلية الجنسية في الأرجوماتيغ اللي هو موجود حاليا ما فهم حتى أرجوماتيغ يحكي على طبقة معدى الكلاس السوسيال يحكي على طبقة الاجتماعية ويقول للناس اللي هي راهي قاعدة تدخل للحبس ومش راهو المثليين الغنية والبيض والبزيانين لا الناس اللي هما قاعدين يدخل للحبس سلمثليين اللي هما جايين من أحياء شعبية واللي هما جايين من مناطق معناتها محقرة ومهمشة واللي هما إلفان لتخطوار بوفاغ لتخافي دو سيكس هذا الكل ما هوش موجود في الأرجوماتيغ حتى في علاقة بين سيزادة كيف كيف اليوم كيسارية وين تصنف روح؟ شوف أنا نصنف الناس الكل في السيستيم أنا نصنف روحي في السيستيم اليوم إلى أن يجي نهار منهارات نخرج منه أما اليوم كل عصفور أكلفة محريقة في الغابة وهو يمشي للنهر يهز قطرة مية هكا بمونغارو ويجي عملا على حريقة أنا هكيكة يعني كيفيش نصنف روحي؟ ما نحبش وقالك نصنف روحي على يسار الجميع يسارية بمالحة ثقافي وحقوقي أكثر منه من مالحة سياسي، أيديولوجي ضيق، حزبي، تنظيمي، ضيق وين أنت في هذا كل؟ في هذا الفضاء الواسع اليساري أنت وين تقف؟ أنا ضد التقسيمات اللي أنت حكيت عليها الكل معناتها أنا نعرف روحي كيسارية نعرف روحي كماركسية، نعرف روحي كشروعية ما خليتش معت الأفكار هذوك وما زلت نتبنيهم وما زلت نخمم اللي هما ينجموا يتحقوا ماذا تبقى من يساريت كدو من شروعيتك؟ لأنني نخمم فيه بنيو بنروحي ولا قبل ما نرقد في اليلك ولا الحاجات اللي نعمالهم وين نختم مغيالما سياسينا هذا شيء معناتها أنا كما قلت لك كنت مفضل إنه يكون فهمت تنظيم النجم اللي توجد فيه اللي هو يعبر علي حتى راه مش في علاقة بالكونتونيو حتى في علاقة بطريقة التنظم معناتها أو كالكو سوخت بثلان نمن بالتخنسفرساليتي الفقية؟ لا، مش الوريزونتاليتي التخنسفرساليتي العرضية الشكل العرضي الشكل العرضي إنه يكون فهمت مجموعات موجودة بطريقة عرضية وبعض المجموعات هذيك هي اللي تبني الفقية ولكن الوريزونتاليتي ما نمنش بيها جملة راهو معناه ما تسدوتي بالكل بالعكس ما زال عندك سيلات بالتجربة الماضية أو مجابب ذكريات؟ لا، ما زال عندي مثلاً أصحابي فتحات شباب رفاقي فتحات شباب المارك سيلينيني ما كانت تشفى معركة ولا معتها جس نحنا تطورنا بطريقتين مختلفين معتها كونا مبعضنا معتها كيما كوبلو داموغوز ولا داموغوز يكونوا مبعضهم بعض هكا ينفصلوا سبتلما كل بيحد يشد اثنية وبعض كيتقابلوا يفرحم بعضهم كل شيء أنا سيسا مع تحات شباب المارك سيلينيني يقول حب تبقى العلقة طيبة معي فتت خبيه معنى تهب عالقتي طيبة على الأخر هولتوهم أنت أصحابي ونتقابلوا بالذمة ونتكلموا ماذا كو منها برزل الشخصي ماذا نقولك خاطر موش كلهم معروفة عليهم أنهم فتحات شباب المارك سيليني ماذا نقولك لسامي متاحهم في العشرة السنين هدوما دول اليسار كيف تشوفه؟ تحكي على اليسار كقوة سياسية وإلا تحكي على اليسار كفكر خاطر حاجتين مختلفين دور اليسار كقوة سياسية وإلا كمجموعة أحزاب وإلا كجبهة شعبية وإلا غيره بالنسبة لنا اللي هو ورانا اللي لميت متاع التجربة اليسارية هذا بالنسبة لنا أهم أهم دور لعبوا اليسار في تونس اللي هو اليسار التنظيمي ديزان اللي هو قاعد يقولنا ايا فيسا على أولاد والابنات خمولنا في حاجة جديدة هذا هي أهم دور لعبوا بالنسبة لها أبخي اليسار الفكري بالنسبة لنا إلي باختو موجود في البلايس الكل معنى تحتى الناس اللي هما ما يعرفوش رواحهم على أنهم يسيريين فيهم البذرة اليسارية فيهم البذرة اليسارية مثلا نعطيك أيضا الخماضة اللي صارت تغابوغ القيس السعيد فما برشا ناس اللي هما كيف صوتوا معنتها القيس السعيد ممسي هو عنده عندي سكور غياكسيوني غره كل شيء أما فما برشا ناس اللي هما صوتوا القيس السعيد صوتوا على خطر البذرة اليسارية هذيك ونجم يكونوا هما مهمش مفي بالهم شباهة ونجم يكون هوا بيدوا مفي بالهم شباهة معنى يعني اليسار الفكري بالنسبة لها فإنه هو اللي قاعد يحرك في العاشرة سنين هذوما وهو اللي قاعد يحرك في العالم الكل على خطر إذا كان ما جدش الأفكار هذي كل اللي هي تدعو للعضلة الاجتماعية والغير وغير وغير بتدخبيها فما حاجة ما كونيش نجموا نعم لهم ما كونيش نجموا نقدموا فيهم حتى وإذا كان هما يسيروا على لسان أفراد ولا مجموعات عمرهم لا دعاوا إنهم كانوا يسيريين حالما اليساريين اللي تحلم بيها أو الحركة اليسارية اللي تحلم بها التجربة ربما الجهد اللي يماشي اليوم في الجانب الحقوقي في الجانب المدني في الجانب حتى التدريسي تخصصتوا جزء كبير من وقتك ما هي الحاجات اللي يجب تتوفر فيه حتى تخوض تجربة تنظيمية من هذا القبيل؟ الحاجات اللي يجب تتوفر فيه كما قلت لك إنه يكون شكل تنظيمي مختلف على الأشكال الأخرى ويجب تتوفر فيه حتى تكون مجموعات كل مجموعة تخدم على حاجة معينة وبعد هذه المجموعات نبني حاجة هرامية كيف قلت لك مجموعات مش معناها حاجة هوريزونتال أما نسميها بالعنجلية كيف نقوله بالعرابة القاعدية؟ باللوطة الفوق معناه باللوطة الفوق إنه مجموعات تخدم اللوطة وتخدم على حاجات معينة وبعد المجموعات هذيك عليش قلت لك تخونس بغسال فما نقاط الالتقاء نقاط الالتقاء هذو كن نركزوا فيهم أما الباقي كل مجموعة تخدم على روح وبعد من نقاط الالتقاء هذو كن نبنيه للفوق هذا بالنسبة لي نجم نكون غالطة أما هذا هو بالنسبة لي الاستروكتور التي تنجم تعبر على كمبليكسيته بالنسبة لي لا يوجد فكري كما تنجم أن الناس قاعدة تكتب ليس كما ينبغي لكن لدينا كتابة جديدة كيف نقول الكتابة ليس معناها نصوص كيف نقول الكتابة معناها أفلام معناها وثيئة معناها دوكومنتر معناها بودكاست معناها ديسكور خطرة طرق التعبير لا يوجد كيف نقبل ما اسمه بغوشور لا يوجد كيف نقوم بها لذلك هناك علاقة بالنسبة هناك علاقة بالأفكار يجب أن يكون هناك ويعرف نفسه أنه شيوعي الشيوعية في تقديرك والحركة اليسارية على انتداد العقول هذه الطويلة خلت أثر في المجتمع التموسي في تاريخ البلاد إلى أي حد المفهمة الموروث الجيل هذا التي تنظر أنت ينجم يبني عليه للمستقبل قلت عليها في تونس يا سار قلت عليها هي من العائلة لا 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 هي صغرة عادته في الفضاء نعم حكيت كان على بطل دون فوقت أي ما هو خطر بخطر أن نحكي وعلى روحي وعلى أخر قلت عليها قلت عليها تقريت على حجة أخرين لكن هذه أثروفية في اليوم وأنني لا 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 لكن كما قلت لك هناك أحد أشياء أم تلك أم تلك أم تلك أم تلك أن تلك من فراغ معنات جاين من الموراك ما صارت تقبلهم. هذا معنات متفقين فيه. أبخي كيفيش أنا نقيم في تونس بالنسبة لي أنا أي حاجة كي يدو لقدر دوبو في تونس. مات أي حاجة فيها صفة من صفات الجمال ولا صفة من صفات العدل ولا صفة من صفات أنك تحلم. معنات ستخير رومانتيك سوك جو دي. أما بالنسبة لي أنا هذي كراي تأثيرات من تأثيرات اليسار معنات. مات أي حاجة دو لقدر دو سوسيال حتى في القوانين متاعنا ولا حتى في الإزابخوش اللي قاعدين نعمل فيه. مثلا هاو اليوم في علاقة بالتعليم عن بعض. فمبرش ناس قاعدين يحكيوا على مبدأ تكيفو الفرص منهم ما. مات أي منهم من إخي. إذيك شنو مبدأ تكيفو الفرص متاع. لانسانيوما أدستانس. موصي لي غيتاش دو لغوش ولا لي. في الأحداث الكبرى على الأقل اليوم من الثورة إلى اليوم. ولا حتى نرجمه نرجع لانتفاق الحوض المنجي بين أنت واكبتها و أنت صغيرة في السن نوعا ما. في تقديرك ليسار إلى أي حد أثر في مسار البلاد؟ في وجهة البلاد؟ ما فهمش سوء ما يعني إلى حد إلى أي حد أثر؟ سياسيا مجتمعيا في الخيارات الكبرى. هل كان عنده تأثير؟ هذا تأثير؟ هل هو إيجابي أم سلبي؟ تأثير كبير أو تأثير صغير نوعا في تقديرك؟ بالنسبة لأينا، أعتقد أن نجمه نأخذ بالحاجة بالحاجة. حكيت أنت مثلا على انتفاق الحوض المنجي في ردايف، تبيع اليسار كان عنده تأثير إيجابي. في عشرة سنوات تحتفظت الانتقال الديمقراطي في تونس، ما هو الدور للعب اليسار بشكل عام في تقديرك؟ بشكل عام، ليس بشكل خاص، ليس بالنسبة لليساريين، أما بالنسبة للبلاد، لتونس، للشعب. فيما صار البلاد؟ نتصور الأفراد اليساريين، الي هما تواجدوا في بعض المعينة، حاولوا كل واحد يدز من شيرتهم. معنى حتى إذا كان مفهمش حاجة أوموجين، اللي هي أثرت كما الجبهة، حاجة منسجمة كما الجبهة الشعبية، كما حزب، كما غيره، نتخيل الأفراد كيفيانة وكيف ناس أخرين، فما باتتخشكون منهم في الوزارات، معنى ما نعرفش، أما ينجم يكون كل واحد فيهم حاول يدز بطريقتهم معنى. اليوم فما مخاضي يعيش فيه اليسار، فما الإمكانية لولادة يسار جديد أو يسار مباعد جديد تختلف في التعبيرات، ولكن أنت حكيت ساعة شوائية مثلا على مانيشن سامح على برش حركات، في عمق هي حركات يسارية وبوجوه جديدة، وأحيانا حتى بفكر فيه نوع من التجديد على الأقل في علاقة بأجيال سابقة، ساهمت بشكل أو بآخر في بعض النكسات والخيبات في تاريخ اليسار المخاض، هل يجب أن يؤدي لحاجة؟ نعم، نعم، كيف؟ لا يجب أن يكون أجل تغسية للنعم، أما أن تقلق وترقل كلاية، لا نعمل كوردة، لما النعم خاطر فقط، لن نضخ بعض النعم، لن يجب أن نخمه، أي نعم خاطر هذا كهو، بالنسبة لنا، سنون،ناس كنت تعمل كوردة، ونبطلوا، نسكروا الحانوت، ونبطلوا السياسة، ونبطل لنا الخدمة، وكهو، كيفية، بالخدمة؟ بالنسبة لنا، تاول مرحلة هذية، ليست مرحلة يعني كتشوف انتي مثلاً علاقتك اليوم بالشباب اليساري اللي قريب لك في العمر ايه وقريب لك في الافكار بقطع النظرة على الاختلافات وعادة ايه تحس فما تطور مقارنة مثلاً بجيل بو كومك ايه نحس ومش فلي هما قدي في العمر فلي هما اصغر مني مثلاً كنا نعطيك انا اجزامبل فما برشة ساعات ناس يسألوني يقولولي ولا مش يسألوني في الهكيكة كدسكور القديم بتاع اسكو اللي صار في تونس ثورة ولا مش ثورة بالنسبة لي انا راه اللي صار في تونس ثورة حقيقية كاملة عالاخر علاش على خاطر في طالبة لينا نقاري فيهم اليوم مثلاً اللي السناء ما عرش كان في بيلي كمان اللي السناء بروميرا نافا كنتي تارفن عام مولودين ولا ليه مولودين عام الفين واحد يقراو سنة أولى جامعة السناء مولودين عام الفين واحد معناتا في 2011 عمارة مع عشرة سناء معناتا اللي عشناه نحنا في تحت بن علي ولا سنسور وما فاميش يوتوب وما تتكلمش واذاك الكل سيدوا لي مجي ناغ بالنسبة ليهم هم حاجة خيالية ما هيش حاجة حقيقية غيان كو كيف نعمل الملاحظة هذة ما نجموش نتخيله إلي ما فاميش حاجة جديدة بش تطلع معتا حاجة معتا الدكتاتورية بالنسبة للناس اللي هم اليوم عمارة مع عشرين سناء سيدوا لغضوا لي مجي ناغ كيف عملنا فلقتنا في القصبة ونتيقها فيك دي فى مينيست أكبر مننا فى العمر وكان فى ما أغلى بيت اللي فى مينيست الأخرين اللي هم نظموا الحكاية وكل شيء كانوا في عمري آنا كيف لقدتنا اللي هي مبادرة نساوي اللي هي مبادرة نساوي اي اي كانوا في عمري آنا ونعرفهم عندى عشرة سنين م تثوره معنتا نعرفهم 2010 year 2011 حتيكش من عميش حتيكش اللى 2020 اي صن باقي اللي القينيهم أصغر منا متعمارهم عشرين متى مولودين عامل فيه طائرين بناتيران مع تغيان كفرس كونستا ما تنجمش تقول ما فماش حاجة اخرى تنجم تتولد أبخير الحاجة الاخرة هذي كيفيش شنوها مطعمها وشنوها لونها وشنوها منظرها وشنوها تحب تعمل هذما الكل اجوبة ما ننجمش نجوبك عليهم على خاطر تاو ما فماش حاجة ما فماش حاجة قاعدة تنتوش في افكار بما شوية انتاج متاع افكار مبا اسي شبنس كبعد ما نكون وراكمنا من هكا انتاجات متاع كتيبة متاع دي بودكاست متاع متاع دي دوكومنتيغ متاع حاجة تتوضح الصورة اكثر والنجم بتتخنبدي ونخمو في شكل تنظيمي يشبه لنا الحركة الياسرية ولا الحزب الياسرية لنجم يكون عنده مستقبل فيه ونصول انت تحلم به الى اي حد نجم يستفيد من التجارب هذي تجارب جديدة التجارب فيها تجديد التجارب الحقوقية التجارب الفكرية اللي اشارت لها وهل الموجود حاليا هو بيصدد الاستفادة من التجارب هذي منعرش هل انه بيصدد الاستجابة الا الاستفادة ولا لا منعرش ماذا تنظيمية اليسرية القديمة بالنسبة لك أصبحت خارج التاريخ ما عنده حتى مستقبل في تونس ما عندهش مستقبل ما ما أصبحش خارج التاريخ ما نجموش نطيشوها معنده ليه تقعد موجودة خاطر ما عندهش مش نجيو نقولك أنا درق قادش من تجربة تنظيمية مش نطيشهم ونبدأ نعمل الجديد ليه فما حاجات نبنيو عليه معتا ما نش نو بلو پور القاتيعة القاتيعة التامنة التامنة ما بين الأقديم وجديد خاطر انا فما جديد تقعد اليوم قعد تحب يقطع معايا ماذا سننى پسا هذا الياحاتف للإجابة في الاجباء إنه ليه لا 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 باعد تنظيميه في الحركة الناسية ونحن نتحدث عن الحركة النسوية ونحن نتحدث عن الحركة النسوية مثلا في الحركة النسوية نحن نتحدث عن مواضح واضح و أصلا فيما كلمة جديدة طلعت في تونس هي الجنزم نتحدث عن حركة النسوية نقدرهم على الأخر ونحبهم نتحدث عن الحركة النسوية وإلى آخره هذي اليوم اللي قاعد يصير بدأ من الأول يصخدو كلاش أما بعد دراق ديش من العام جسي أوبتميست اللي قاعد فما ديباء قاعد يتحل في الحلقات النسوية اللي مختلطة نحكي لكم معناتها فما ديباء قاعد يتحل متاع انتو ما عملتو و احنا شنو تعلمنا منكم و احنا شنو نجمو نزيدو شو اللي خليك ماكس منتظم اليوم في النسية الدموقراطية تحب اللغيبونس ديغاكت ولا؟ اللغيبونس ديغاكت اللي هما ما حسموش في علاقة نساء العابيرات جندريا وفي علاقة بالعمل بعمل الجنس يعني النساء الديمقراطية ضد عمل الجنس وما نعرفش بغابور للنساء العابيرات نجمو نكونو حينو وقالاليا ما بالنسبة لأينا ياسر نسميوها نحنا سيس جندريا الحكاية معناتها انو انا نحب مثل الاطر النسوية اللي انا نحب نتواجد فيها انكلوزيف اكثر وتعتمد في مقاربتها للحاجات على مقاربة تقطوعية مش على مقاربة كونية وتعتمد وتحب زادة أباغ المساوات بين الرجال والنساء تخدم على المساوات بين النساء والنساء هذا مثل تخيب اختناء انا مرة كتبت ام بابيه على الحراك الكويري في تونس وبعض اكتشفوا كما قلت لكينا في اتحاد الطلبة اللي اصواتهم في وصل الاتحاد العام تونسي للشغل ماهيش مسموعة واللي كل المرة يحبوا يحكيوا على القضايا المتعلقة بالنساء فبا جواهم يقولون يا رفيقاء او لوappedor الصراع على الطبقير مفضون الصراع على الطبقير وبعد معداها مش تتفض المساوات بين الرجال والنساء بعض câرية العاملت للتكامل هذه من الأول وبعد بلقيت لها أنا على الفيمينيست الرجد يقترحوا ويقترحوا في المساوات بين النساء والنساء وغيروا كل شي فق Mangовых نحن اذا كان في المساوات بين الرجال والنساء رأي المساوات بين النساء والنساء مش تتبع باتبعاتها قلت لأيس كنت مكشوني قاعد أتعاود في نفس الموديل متعيك يتفضل الصراع على الطبق يتفضل المساويت بين الجنسين لذلك يعني شخصيا نروح أكثر في ديز اسباس يشعرون أكثر من أجل الموديدين وليس لنير مستقبل يسار بالشباب اللي شبهلك ولا حتى يختلف معك ولكن بهذه العقلية التجديدية شمس كيف تشوفه في تونس؟ كيف تتمنى على الأقل؟ تحب نحكي لك على أصحابي اللي أنا نقابلهم يوم محلي جو أحلى جو نشوفه مستقبل بهر أبخي في البلاد ولا في المجتمع ولا في تونس ما نعرفش مع عندي حتى فكرة خطر أحنا زيدا ما تنسيش محمد مازلنا فمش مازلنا أما دي مع عنا مع تنحب ونكونوا موجودين في المجتمع وفي تونس وفي بلادنا وكل شي يما زيدا قاعدين نعيشوا في الانتخصواء ولي هذي حاجة حتى اللي جي المتاعي مازال ما تخلصش منها مازالنا نعيشوا في الانتخصواء ولذلك تقييمي ما ينجمش يكون تقييم دقيق معنات في الانتخصواء متاعي لأمور ماشية صحيحة أما البرة من أنا فينا نعيش والبرة من الكوكون متاعيين اللي أنا نعيش فيه ما نعرش ما عندي حتى فكر نعطيك صحة شمس عايشك نرسي بكو على اللقاء هذي وعلى الشهادة القيبة عايشك شكرا بك شكرا مرسي شكرا